لا تزال العقبات تتوالى على الكربلائيين واحدة تلوى الأخرى الكهرباء أكثر حلم يراود البسطاء من التحقق أو أن يصدق مرة واحدة على الأقل إلا أنهم تأملوا خيرا بإنعقاد أول جلسة جمعت مجلس محافظة كربلاء لأكون بعدها سعر الأنبير الواحد عشرة ألف دينار عراقي في موسم الشتاء الذي تقل فيه استخدامات التيار الكهربائي ما يثير مخاوف ارتفاع أكثر لهذه الأسعار في موسم الصيف القادم أول ما شكل مجلس المحافظة علنا أنه ننبير بعشرة آلاف دينار وإحنا حاليا بالشتاء بالصيف قد يصير 30-35 ما نعرف زي أن أغلب الناس هنا كسبة ما أعطى العالم منين تجيب لم تنتهي بعد فهناك أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ومنهم من يعمل بجهد ليحصل على قوته اليوم هو وعائلته وما ينبغي على الحكومة المحلية هو تذيل عقبات الحياة اليومية وتسهيلها وما يراه المواطن حتى اللحظة هو خلاف رجواه بعد أن يجبر على دفع هذه المبالغ لقاء التيار الكهربائي الذي يتذبذب بحسب أرزاقهم اليومية بالنسبة إلى جهور المولدات فلوس ما عندنا والوضع المادي صعب وأغلبها قاعدة من الأشغال زين الأمبير على عشرة مين هاي دب الراحل للعالم زين الكهربائي نطفحنا على أساس حكومة جديدة وحكومة جديدة أو تاليها الحكومة الأمبير على عشرة الماعدة يعني ما يقطعون عائلية يظل أظلم حكومات عديدة توالت على إدارة هذه المحافظة التي يقتنوها الملايين ويزورها سنويا العديد من داخل وخارج العراق إلا أن ملف الكهرباء الأهلية ما زالت لحنول تذكر من كربلاجا سمي الهميم التغيير اشتركوا في القناة